جدل واسع قانوني وسياسي أثاره وقرار رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولياته عبد الحميد دبيبة بإقالته رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خاصة وأن القرار له أبعاد سياسية بعد أن كشفت مصادر مقربة من دبيبة أنه اتخذه بتحريض من وزير النفط بحكومته محمد عون الذي يتصارع مع صنع الله منذ فترة طويلة حول صلاحيات كل منهما في قطاع النفط وسبق لوزير النفط محمد عون أن قرر إيقاف مصطفى صنع الله وإحالته للتحقيق في أغسطس من العام الماضي لكنه فشل في تطبيق القرار قرونيا يلل عديد من الخبراء أن قرارة بيبة باطل لأن إيقالة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان وموقف البرلمان بدى واضحا من البيان الصادر عن لجنة الطاقة أواخر الشهر الماضي وحذرت خلاله من المساس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط كما دعت إلى تحييزها عن التجاذبات السياسية والنأي بها عن الصراعات قضائيا وفي حال لجأ صنع الله إلى القضاء الإداري فيرى الخبراء أن القرار سيأتي لصالحه لذات السبب وهو عدم اختصاص السلطة التنفيذية وحكومة الوحدة بقرار الإقالة كما أن توقيع مصطفى صنع الله معتمد لدى منظمة أوباك وحكومة بيبة منتهية الولاية بالنسبة للمجتمع الدولي وفي أسوأ الأحوال قد يمارس رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صلاحياته من خارج البلاد كما فعل محافظ البنك المركزي من قبل يبقى الأمر الأخطر هو وصول الأمور إلى المواجهة بين الطرفين عبر الميليشيات التي قد يلجأ إليها دبيبة لفرض قراره بالقوة لكن على الجانب الآخر فإنما مصطفى صنع الله شخصية لها ثقلها وفصائل موالية لها أيضا ما ينذر باشتعال الأوضاع وبقاء الثروة النفطية للبلاد على خط المواجهة ترجمة نانسي قنقر